ينطلق غدا مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك بتشريف السيد رئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلين يوقض المؤتمر على مدار يومي 29 والثلاثين من يونيو الجاري تحت عنوان اطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير بحضور لفيف من المسؤولين الحكوميين رفعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي وممثلي شركاء التنمية ومتعددي الأطراف فضلا عن مجموعة واسعة من رؤساء ومسؤولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية هذا ومن المقرر أن يشهد المؤتمر توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم للتعاون في المجالات المختلفة من بينها دعم الاقتصاد الكلي والاستثمار والتقى المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك دعم زيادة الصادرات والتعاون في مجال تصنيع السيارات كما ستعقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والأوروبية على هامش المؤتمر لبحث فرص إقامة الشركات الممكنة في المجالات المختلفة